ما قيل وكل ما أثير في الفترة الأخيرة عن صفقة الوافد الجديد إمام عشور صفقة الأهل الجديدة والتي تم الإعلان عنها النهاردة هنتكلم فيه وخصوصاً إنها يمكن كانت حديث الساعة لأيام بل خلينا أقول يمكن لأكتر من شهر فات كلام كتير جداً عن إمام عشور وكلام كتير جداً على صفقة بتعتبر من عارض تقيل والحقيقة حجم المقارنات اللي أنا بسمحها في الأيام الأخيرة عن الصفقة وإنتوا عارفين طبعاً إن فيه نجوم كتير جداً كانوا في يوم الأيام بيلعبوا صحيح صفقة من ميتلند الأهلي إزا مالك ما لهش علاقة بيها إزا مالك باع وميتلند اشترى والأهلي قرر إنه من مصلحته بعد عدم تأقلم إمام في الدنمرك إنه إمام يكون واحد من سكواد النادي الأهلي في الموسم الجديد صفقة بالتأكيد على المستوى الفني مفيش خلاف عليها وتقدر تعتبر إمام عشور واحد من أهم لعيبة نصف الملعب في مصر في السنوات الأخيرة ولكن نسخة إمام عشور في الأهلي كيف ستكون هو ده السؤال إمام واحد من الأعيبة الحقيقة اللي لكل أجمع على إمكانياته وعلى مهاراته وخليني أقول لحضراتكم إنه رغم كل موثير في الفترة الأخيرة والمقارنات التي ليس لها أي أساس من الصحة والمقارنة التي لا يمكن إنها تكون في موضعها إنه إمام بالتأكيد على المستوى الفني وده اللي مفيش خلاف عليه وده اللي مفيش اتنين في مصر ممكن يختلفوا عليه أو يخشوا في مجال نقاش حول إمكانيات إمام أو على حجم الإضافة اللي ممكن يضفها لعب بقدرات وإمكانيات إمام عشور بالتأكيد ما فيش اتنين يختلفوا على إنه إضافة كبيرة جدا لسقوات النديل وخد بالك إنه الموسم اللي جاي موسم فيه كتير من التحديات صحيح أنت فريق قدرت تتحقق ألقاب قرية وتقدرت تتحقق إنجازات عالمية في السنوات الأخيرة لكن ده ما يمنعش إنه الموسم اللي جاي استثنائي استثنائي على مستوى بطلطين وخلينا أقول لك إنه كتير من الأهلوية ممكن يكونوا متطمنين مرتاحين لمستر مارسل كولر والنجاحه المبهر اللي حققوا فيه أول موسم ليه مع النادي الأهلي واللي ما حققوش بالمناسبة قبل كده أساطير فيه أساطير كتبوا أسماءهم مع النادي الأهلي بداية وانا هتكلم في حدود اللي أنا شفته هديكوتي مانويل جوزي ديتريتش بايتسا بيتسو موسماني اللي مش ممكن على مستوى الأرقام والبطلات والإنجازات تحط في مقارنة مع أي مدير فني جاي تاني يشتغل في مصر لكن البداية لما تكون مع مارسل كولر بهذا الشكل وبهذا الكم وبهذا النوع كيفية الإنجاز أعتقد أنه جماهين النادي الأهلي متطمنة أنها تقدر تحقق إنجازات كبيرة جدا على مستوى المحلي ومش هبالغ كمان لو قلت على المستوى القري لكن الكلام هنا على منافستين أو مسابقتين أو بطلتين من نوع مختلف واحد كاس العالم الأندية في نسختها الأخيرة بالشكل المتعرف عليه وخليني أقول لك وأعتقد أن أنا مش هكون مبالغ وأعتقد أنه الأغلبية الكاسحة من جماهير نادي الأهلي مش هتختلف معي أنه تحدي كاس العالم الأندية السنادي غير بطولة كاس العالم الأندية اللي هتصطدفها السعودية السنادي هي فرصة بالتأكيد مهمة جدا قدام النادي الأهلي لتحقيق إنجاز جديد في بطولة كاس العالم في مشوار الأهلي في كاس العالم والأهلي هو أكثر الأندية لعبا للمباريات في بطولة كاس العالم والاهلي اللي تعود على مقارعة الكبار في كاس العالم احنا بنتكلم في امر واقع احنا مش بنتكلم في طموحات او في احلام بيحلم جمهور الاهلي انه حققها احنا متكلم في مواجهات حققها الجيل ده انا مش عايز اخدكم وروح لبعيد مش عايز اتكلم واخدكم وروح لبعيد احنا متكلم على واحدة من اهم الصفقات اللي مصر كلها بتتكلم عنها النهاردة واللي مفيش حد منصف ممكن يقول انها مش اضافة كبيرة جدا لسكواد النادي الاهلي وما تكلمنيش عن امام قبل تكلمني عن امام بعد على كل مستوات بالتأكيد واحد من الصفقات اللي اعتقد انها حققت نوع من الاشباع الكبير جدا عن جمهور النادي الاهلي اللي كانت بستنية دايما او بتتكلم دايما عن صفقة كبرى وامكانيات امام حدث ولا حرج وامام في الاهلي بالتأكيد هيكون غير خليني ابتدي معاكم حلقة النهاردة بعد الاعلان الرسمي طبعا من ادارة النادي الاهلي عن الصفقة الاولى والتي بالتأكيد لن تكون الاخيرة صفقة بالتأكيد مهمة صفقة بالتأكيد تمثل اضافة كبيرة للنادي الاهلي امام عشور اهلاوي اشتركوا في القناة